كتاب الله كتاب الله كتاب الله يا خير الكلام كتاب الله يا خير الكلام بلاغتك ارتقات على مقامي فبين فواتحي سور ارتباط بآيات أتات مسك الخير بلاغتك كتاب معجز لا ريب فيه أتاك البدر في جنح الظلام فأشرقت الحروف به بيانا وفاضت مثل غيث من غمام وفاضت مثل غيث من غمام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أيها الإخوة والأخوات نأتي في هذه الحلقة إلى سورة ذكر الله فيها قصة عظيمة ماتعة لا يقرأها محزون إلا استروح إليها قصة عظيمة لم يأتي لها نظير في القرآن وجاءت هذه القصة في سورة يوسف وهي سورة مكية تتكون من مائة وإحدى عشرة آية سميت هذه السورة باسم نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام وهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة يوسف طبعا هذه السورة سورة يوسف تتمحور حول قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وهي قصة عجيبة عظيمة انفردت هذه السورة بذكر هذه القصة كاملة وهي أطول قصة في القرآن الكريم أخذت سبعا وتسعين آية من هذه السورة سبع وتسعين آية من سورة يوسف كلها في قصة يوسف جاء في أولها التنويه بالقرآن الكريم وأن الله تعالى يقص في القرآن على الناس أحسن القصص ليعتبروا وليتعظوا ثم ذكر بعد ذلك في نهاياته التعقيب على هذه القصة العظيمة وأن سرد القصص بمثل هذا ليس لأجل التسلية وإنما لأجل أخذ العبرة والفائدة والنظر في مغزة هذه القصة وإتعاض بها وكما جاء في هذه السورة أن قصة يوسف لم يأتي على طولها بمثلها في القرآن مع أن قصة موسى أعظم شأنا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله تعالى في طالعات هذه السورة نحن نقص نحن نقص عليك أحسن القصص المقصود عموم ما جاء في القرآن من القصص ومنها قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وأما قصة موسى فهي أعظم بلا شك ولذلك ورد ذكرها مكررا في القرآن وقصة يوسف لم تتكرر في القرآن لأن المراد منها محدد ومعلوم ولم يحتج ذلك إلى تكرار هذه السورة الكريمة افتتحها الله جل وعلا بالتنويه بشأن القرآن ألف لامراء تلك آيات الكتاب المبين إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إيش معنى لمن الغافلين كما قال سبحانه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا هذا افتتاح هذه السورة الكريمة وجاء في ختامها أيضا مثل معنى ما افتتحت به كما قال سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وهذا يدل على أن الله جل وعلا ذكر في القرآن أعظم ما ينتفع به الناس من السابقين وممن تقدمهم من الأمم ليأخذوا من ذلك العظة والعبرة وقصة يوسف في مجملها تدل على أن الله جل وعلا حفي بأوليائه وإن ابتلاهم بشيء من بلاء الدنيا إلا أن عاقبتهم إلى خير وإلى فضل من الله جل وعلا كما قال يوسف عليه السلام لما دخل عليه إخوته وهو على وزارة مصر واستجدوه بأن يزيدهم من الكيل وتصدق علينا فإن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عليه ثم ذكر مغزى هذه القصة بقوله إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن اصطحب معك في حياتك التقوى والصبر واعلم تمام العلم أن عاقبتك ستكون حميدة على أي ضرف كنت عليه إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وانظر كيف ابتلي يوسف عليه السلام ببلاء عظيم سيما وأن البلاء جاءه من عند أقرب الناس إليه وابتلي بإخوته الذين ألقوه في البئر وباعوه عبداً رقيقاً بل تمالأ على قتله ولكن الله حفظه وظلم ذوي القرب أشد مضاضةً على النفس من وقع الحسام المهندي وهذا في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما أوذي من جهة قومه فهذه السورة ثلاث الآيات الأول في أوصاف القرآن ومن الآية الرابعة إلى الآية التاسعة والأربعين في مرحلة ابتلاء يوسف عليه السلام ومن الآية الخمسين إلى الآية المئة والواحدة في مرحلة التمكين من حياة يوسف ثم من الآية المئة والثانية إلى ختام السورة جاء أخذ الدروس والعبر مما تقدم من سرد هذه القصة نسأل الله أن ينفعنا بكتابه العظيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد كتاب الله يا خير الكلام بلاغتك ارتقات على مقامي فبين فواتحي صور ارتباط بآيات أتات مسك الختام